هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقبات مصر بمناسبة عيد القيام المجيدة وعلى صفحته رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كتب الرئيس السيسي كل عام وأقبات مصر بخير بمناسبة عيد القيام المجيدة كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التأخي والتعايش دعينا الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخي والبركة والازدهار قالت إذاعة إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاقة وفقا لما أوردته الإذاعة فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليم من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاءهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين فيما نقلت وكالة ريترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يشجع سكان شرق رفح للتحرك نحو منطقة إنسانية موسعة وأنه لن يضع إطارا زمنيا لإخلاء المدينة وسيجري تقييمات عملياتية أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين ودعا جالانت أخلال اجتماع مع الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو للمصادقة على المقترح المصري مشيرا إلى أن المقترح المصري فرصة لتل أبيب لأعادة المحتجزين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطيني أن غارة استهدفت منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح ما أصفر عن سقوط 20 شهيدا كما استشهد 18 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت شرطة لوس أنجلس أنها لم تلقي القبض على أحد عندما أخلت مخيما لمحتاجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا في أعقاب اضطرابات في الجامعات الأمريكية بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة وقالت الشرطة أنه بعد أن طلبت جامعة جنوب كاليفورنيا المساعدة اقتحمت القوات المخيم وبدأت في إزالة الخيام لافتة إلى أن الطلاب غادروا المكان في هدوء هذا ويدعو الطلبة وغيرهم من المحتاجين الجامعات إلى قطع علاقاتها المالية مع إسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار بحث رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية جاء ذلك على هامشي مشاركة العرباوي ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في أعمال مؤتمر قمة الإسلامية الخامسة عشر لمنظمة التعاون الإسلامية التي انطلقت أعمالها أمس بالعاصمة الجنبية بانجول وذكرت ودارة الخارجية الجزائرية في بيان أن مباحثات العرباوي وفقي تناولت أيضا سبل مواصلة العمل من أجل تعزيز التضامن والدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات على الصعيد الإفريقي والأفاق المستقبلية للاتحاد الإفريقي أصفرت ضربات روسية عدة عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 16 شخصا آخرين في شرق أوكرانيا وشمال شرقها وخصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد والتي تستهدف باستمرار ووفق ما أفادت سلطات محلية وقال مسؤولون أوكرانيون إن امرأة قتلت وأصيب 24 شخصا في هجمات روسية على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها